هلا بدنا نشرحنا شوية اعدادات بتحتاج انك تغيرها بالكاميرا كاستخدام اولي الها انا شابك سيليك على الكاميرا مش هنسجل الشاشة وتطلع قدامكم بشكل واضح كبداية بدنا ندور على كبسة المينيو هون بس نكبسها هيك بفتحنا قائمة الاعدادات اللي موجودة بكاميرا الكانون هاي مش كلهم طبعا لان احنا عوضعية الاوتوماتيك اذا بدك تغير اللغة بدك تدور على القائمة الصفرة اظن الثانية هون ايا هون انجليش فانت اذا بدك تغيرها تغيرها للغة العربية مع اني انا ما بنصح بهذا الاشي لانه معظم المصطلحات زي دليل المزايا مش عارف شو يعني دليل المزايا صراحة هذا اولا وثانيا بحاول اني اضغطك اتعلم اللغة الانجليزية ضروري حبابي اذا بدك تشترى هاي الكاميرا او بدك تبلش تتعلم على فيديوهات اليوتيوب لغة الانجليزية ضرورية جدا رح تساعدك وترايحك كثير لبعدين فانا ما بنصح انك تغير اللغة الكاميرا للعربية فقط بهدف التعلم بس تتقنها لبعدين بتقدر تمشي فيها ما في مشكلة طيب نبلش بالقوائم الحمرة مثلا ما رح احكي عن كل الاعدادات بس مثلا فيه البيب اللي هو صوت الفوكس اللي بتطلع لما انت تيجي تاخذ فوكس هذا الصوت اللي طلع اذا بدك تلغيه بغض النظر عن السبب تختار البيب بعدين بتلغيه بتعمل ديسابل فيه خيار الامج ريفيو اللي هو لما تيجي انت تاخذ صورة هاي بدك بس الصورة رح تنعرض على الشاشة وراه كم بدك ياها تظل معروضة على الشاشة فانا مثلا بديها تظل لمدة ثانيتين بديش ياها تطلع على الشاشة مع انه هذا الخيار مستبعد بديها تظل ثمن ثواني او هولد ايش يعني هولد اللي هو ظل موجود على الشاشة لحد ما ارجع اكبس النصف كابسي اللي هونه هيك بترجع الكاميرا لوضعيه التصوير فانا بفضل اخليها على الهولد صراحة اذا بكون عم بصور كابلز عم بصور بإفنت الى اخره بحب ان ااخذ الصورة واتطلع عليها كل شي تمام بكمل تصوير بعدين بدنا نروح لقوام الصفراء اهلا حبيبي عوشق بعدين معك ونتوا يعني غيراني من الكاميرا تفضل اطلع عليها يلا بعدين بدنا نروح لخيار الاوتو باور اوف هو يليه انه الكاميرا كل شوي عم تطفي لحالها له ايه هاي وضعيه توفير طاقة حبيبي اللي هو الاوتو باور اوف كل ثلاثين ثانية اذا انت ما استخدمت الكاميرا عم تطفي فيفضل انك تغير احساب احتياجك انا بعملها دي سيبل صراحة بلغيها لانه انا بس ما احتاج الكاميرا بطفيها يعني البطاريات صار وضحة ممتازة الا اذا كنت انا مسافر وبرحلة وبتارك الكاميرا عرقبتي وبنسى اني اطفيها اه بخليه مثلا لمدة دقيقة او حتى ثلاثين ثانية يعني مش مضطر انا طول الوقت اصور فيها فهيه كمثلا كل ثلاثين ثانية اذا انا نسيتها لحالها بتطفي الكاميرا وترجع انت بتكبس نوس كبسة بتشتغل لكن معظم الوقت بالتصوير الاحترافي احنا بنطفي هذا الخيار لانه اذا خلص تصوير خلص انا بطفي الكاميرا بايدة ما فيها مشكلة نحكي هلا عن الخيار اللي بعده Autorotate وهذا اشي جدا مزعج جنب الكاميرا خلينا اوخي الصورة هون مثلا بالطول تمام هاي عشق ابتسم للكاميرا ولما اجي اعرضها عندي على الشاشة رح الاحظ انه في فراغ اسود على اليمين واليسار الصورة مش معبي الشاشة عندي فهاي مش محبذة صراحة اذا بدي الكاميرا تطليع للصورة اللي صورتها بشكل طولي على كامل الشاشة نرجع لخيار Autorotate وبعمله On لكن على الابتوب يعني انا اللي فل الصورة خليها بالطول لكن على الكمبيوتر مش على الكاميرا هلا نحكي عن الخيار الثالث اللي هو Format Card اذا انت بدك تفرمت الممري اللي عندك ما بنصح بهذا الخيار صراحة الا اذا كان في عندك كثير صور وعجقة وناقلهم كلهم على الابتوب فبدك تفرمتها وتبلش تصوير جديد بتكبس عليه وبتعطيه امر اوكي انه فرمتلي الممري يعني امحي كل اشي عليها ورجحها من الصفر ما في اي خيارات ثانية راح احكي عنها بس انه مثلا عندك date والtime والzone اللي هو اذا اخبطت انت بالوقت والتاريخ تاع الكاميرا اول ما شغلتها بتقدر انت تغيره من هون فتاريخ اليوم مثلا عندي 18 عشرة بكبس وبغيره 2024 بعدين بتكمل للtime zone هلا اشارة الشمس هون اللي هو عادة التوقيت الصيفي اللي بيختلف عن التوقيت الشتوي فاحنا بنشغله بالاردن والtime zone احنا بنحطها كايرو اللي هي بلس 2 يعني احنا بتوقيت Greenwich زيادة سعتين مثلا فبنكبس عليها وبكبس اوكي وهيك بثبت التاريخ والوقت على كاميرتي واي صورة بصورها رح يطلع تاريخ تصويرها مع الوقت الالتقاط كمان بس تخلص من هاي السيتنجز وبدك ترجع للشاشة الطبيعية بتكبس نصف كابسة اللي هي الفوكس كابسة الفوكس وهيكا برجعك على الشاشة رأسية وبتكمل تصوير طبيعي نوخ الصورة لأوشك هيك نامل زوم هيك الصورة عوضعية الهولد خلص اه شفت الفوكس تمام برجع بكمل التصوير عن طريق نصف كابسة فوكس بتكمل معانا الكاميرا هلا الفيديوهات الجاي بتكون جاهزوا حالكم انه هي رح تكون اطول وعددها اكثر لانه رح نحكي عن الوضعية المانيول او التصوير اليدوي في كاميراتنا الاحترافية هذا هو الاشي المهم اللي انت بدك تركز فيه حتى تطور من مهاراتك كمصور محترف